السؤال اليوم الذي يطرح نفسه اليوم هل تفوق الاعلام العربي على الاعلام الغربي في حرب غزة هل استطاع الاعلام العربي هذه المرة ان يقلب الصورة في المجتمع الغربي ضد اسرائيل بينما كان الاعلام الغربي هو السباق دائما في سرد الاحداث كما يحلو له وبالاتجاه الذي كان يريده هو الاعلام العربي نجح في نقل الصورة الحقيقية لما يدور في غزة فكان لها صدى في مختلف بلدان اوروبا وكما رأينا وشهادنا على شاشات قناة البي بي سي على سبيل المثال وغيرها صور المظاهرات التي اندلعت في مختلف شوارع مدن اوروبا بل حتى الولايات المتحدة الامريكية وجزء كبير من هؤلاء المتظاهرين جزء منهم من عرب البلاد العربية الذين يقيمون هناك او يقومون بالدراسة هناك ومنهم من اهل البلاد الاصليين الذين تأثروا بالصور البشعة التي بثتها وسائل الاعلام عما فعله الاسرائيليون باهالي غزة ربدا على طفان الاقصى حيث يعني تبين لهم انه لا انسانية على الاطلاق او كما صدق القول عندما تقوم الحرب فلا فلا تسأل عن الاخلاق يعني نعم دكتور حضرتك الله يطول بعمرك عصرت عصرت حرب 67 عصرت حرب اكتوبر عصرت الحرب على العراق وسقوط صدام حسين عصرت الحروب المتكررة في فلسطين بين اسرائيل والفلسطينيين وغيرها من الحروب وصولا الى حرب غزة اليوم كان واضحا دائما في كل حرب من الحروب كان هناك ابطال في الاعلام كان دائما يكون في عندك ابطال بدور البطولة يعني يتصدر الواجهة الاعلامية في الاعلام البعض ينتقدهم حتى اليوم البعض يعطي او يضرب بهم الامثال حتى اليوم والبعض صدقهم واعتبرهم انهم كانت ادوات ايجابية في الحرب النفسية على العدو ماذا تتذكر من تلك المراحل والحقبات ماذا تتذكر عن هؤلاء الذين لعبوا دور البطولة الاعلامية في الصورة الاعلامية خلال تلك الحروب طبعا اتذكرهم جميعا يعني ربما اكون نسيت الاسماء لكن اتذكر ان الاعلام العربي وخاصة من القاهرة كان وراء الاحداث لانه لسبب بسيط جدا وجوهري في نفس الوقت وهو ان المواقف العربية كانت قوية جدا في مواجهة المحاولات الاسرائيلية او المشكلات التي اثارتها كل من فرنسا وانجلترا اثناء انتدابهم في منطقة الشرق الاوسط من لعب هذا الدور في حرب 67 دكتور من لعب هذا الدور في حرب 67 هل تتذكر في حرب في حرب 67 كان واضح جدا لانه الاعلام كان بيؤكد على ان ما حدث في 67 ليس هزيمة وانما وانما نكسة كما عبر عنها جمال عبد النصر وهذا حقيقة رغم ان الناس الان يحاولون تشويه صورة جمال عبد النصر اللي هما خصوم جمال عبد النصر او خصوم النصرية ويقولون انه يقول عن الهزيمة نكسة ولكنها هزيمة طيب هؤلاء الذين مثلا يقولون هزيمة الهزيمة معناها ايه قيام حرب لم تحدث حرب عندما عندما تحدث حرب يبقى احد الطرفين المتحاربين ينتصر وينهزم الاخر لكن عدوان 67 كان عدوان واستخدام كلمة نكسة كما استخدامها عن جمال عبد النصر معناها تعبر عن ايه زي ما بيقول المثل الشعبي عندنا واحد مثلا تجي له نزلت برد اسمها نكسة يعدي من ثلاثة اربعة يتعاطى الدواء بعدها يعود الى حالته الطبيعية ويقاوم في الحياة مرة اخرى فهذا هو ما حدث بدليل انه بعد النكسة ما حدثت وتوقف العدوان لانه كان عبد النصر تحرك من اجل الدفاع عن سوريا تبقى لاتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا في 57 يعني قبل حتى الوحدة التي تمت في فراير 1958 وكان القصد وكان القصد كله من هذا العدوان هو ضرب جمال عبد الناصر بعد ما يعني افنى دوره في ثورة اليمن ثم زفار وعدن هذا ما اريد ان اقوله دكتور هذا ما اريد ان اقوله الذين يختلفون مع الراحل جمال عبد الناصر يقولون ان جمال عبد الناصر دمر مصر في الحرب او في الحروب التي خاضها لزعامته الشخصية يعني كان يسعى دائما الى زعامة عربية من اجل ذلك خاض الحروب في سوريا خاض الحروب في اليمن خاض الحروب في اماكن عدة انهزم فيها لتلك الحروب وهزمت مصر معه في اقتصادها وفي جيشها وفي امكاناتها العسكرية هذا طبعا ليس انا ما اقول يعني حضرتك وصفتهم باعداء عبد الناصر هذا ما يقولونه عن عبد الناصر انه شن الحروب العربية لزعامته الشخصية وليس بهدف يعني العروبة والوحدة العربية هل هذا صحيح؟ هؤلاء لا هذا غير صحيح بالمرة هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يعرفون حرفا في السياسة او التاريخ ولم يعاصروا ولم يقرأوا في سبعا اجيب شهادة انا بقى اسرائيلية بلاش بقى الشهادات اللي عندنا يعني سبعة وستين اه وقع العدوان وتوقفت الامور في سنة تمانية وستين تمانية وستين عرضت عرضت امريكا على جمال عبدالناصر انسحاب الجيش الاسرائيلي من سيناء دون قتال في مقابل ان يعقد عبدالناصر اتفاقية مع اسرائيل ويعترف بها ماذا رد عبدالناصر على هذا العرض الامريكي في سنة وستين رد قولته الشهيرة ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة وبدأت حرب الاستنزاف هذه الحرب التي ارهقت اسرائيل باعترف اسرائيل لا بد ان نعرف هذه الحقائق ولكن هذه المقولة سقطت مع انوار السادات دكتور هذه المقولة سقطت مع انوار السادات فقد استرد كل ما اخذ بالقوة استرد بمعاهدة كام ديفيد بمعاهدة سلام بمعاهدة تطبيع لا دي تسوية لو دخلنا فيه هندخل في مشاكل في علاقة السادات بامريكا والدور الامريكي في 73 نفسها دي قصة تانية خلينا بعيد عنها لكن انا بقولك شهادة عزرا وايزمان انا برد على الذين يتجرؤون على عبد مصر ولكن الم تكن مصر الكسبانة ضايع مصر يعني بقضية انوار السادات تحديدا الم تكن مصر هي الكاسب يعني هي الفائز لازم تستخدم المفتلحات في موضعها عندما تحدث حرب بين طرفين فالمنتصر لا يتفاوض المنتصر ايه لا يتفاوض المنتصر يفرض شروطه نعم لكن كون ان انت تتفاوض مع اخر معناه فيه تكافو ايه هو التكافو بقى ان الجيش المصري ايه من السادات عبر سيناء ثم توقف وكان الرد اسرائيل عبرت ايضا واحتلت المنطقة ما بين بورسعيد والاسماعيلية المعروفة بحادث الثغرة فاصبح هناك تكافو بين الطرفين يبقى لا منتصر ولا مهزوم واحد لو واحد كما يقال في مباريات كرة القدم لم يبقى فريق انتهت المباراة بواحد الى واحد معناه لا احد منتصر ولا احد مهزوم واحد الى واحد يبقى الحل ايه التفاوض الذي رفضه جمال عبد الناصر